وطالب سكان قرية المسحق في قضاء البياجي المهددة بالغرق بسبب ارتفاع مناسب مياه دجلة بإنشاء سدة ترابية تمنع غرق مناطقهم وإكمال إنشاء سد مكحول للسيطرة على المياه في صلاح الدين رافضين أي حلول ترقيعية تهدد استقرار مناطقهم نرجو من الحكومة المركزية والمحلية أن يضعوننا حل ما نبقى يوميا نحن شايلين ومتحاولين ومتهجرين نحن بزعنا من شغلة التهجير فلنرجو يسوينا السد هذا ويستفادون من هذا المي السيد مكحول يسوونه ويستفادونه من المي يا أما يسوينا سدة موياحنا شايلين ومتهجونين حين عوائلنا نحن البارع نحن بايتين بالجبل والله جدتكم سونا علامة أنه جدتكم الإفراء جدتكم الإفراء وشنة طلعنا عجز الآن هذا البيت مالي بين الشاط والبيت مالي ما تبعد من تقريباً عشر بتار المي وهذا البيت مالي تحجي على الغنام مالتي وهي كل البارحان يشير طلعت للجبل نطالب الحكومة المركزية بوضع حال جذري لمشكلة قرية المسحق من ناحية الفيضان بصراحة العوائل تعبت يومية تهجير من الفيضان ما خلصنا من داعش على الناس تعبت فرجعنا مشكلة الماء فنطالب سدة رابية لقرية المسحق ووضع سدود على نهر دجلة لخزين الماء في فصل الصيف لحاجتنا الماسة له اشتركوا في القناة